منصفوف أقدم الأحزاب المصرية المؤثرة تقدم رئيس حزب الوفد عبد السند يماما للمنافسة بالانتخابات الرئاسية وذلك بعد سنوات من العمل السياسي بخلفية قانونية إذ كان عضواً بلجنة المئة التي وضع الدستور عام 2012 وانسحب قبل الجلسة الأخيرة اعتراضاً على ما وصفه بهيمنة الإخوان على اللجنة كما شغل مناصب قيادية بحزب الوفد الذي يتحالف مع الأحزاب الحاكمة حيناً ويصنف نفسه كمعارض حيناً آخر وحول برنامجه للانتخابات معي ضيفي عصام الصباحي مدير الحملة الانتخابية للمرشح عبد السند يماما أهلاً بك أهلاً بك المرشح عبد السند يماما قال إن برنامجه الانتخابي هدفه الأساسي إنقاذ مصر والسؤال إنقاذ مصر من ماذا؟ إنقاذ مصر من كافة نواحي إحنا عندنا أربع محاور سواء نحوة اتصادية ده المقصود بالهدف الاتصادي للناس بتائني منه في الشريعة المصري والتعليم والصحة وبعض النواحي التشريعية ده المحور الانتخابي بيدور حولي الأربع نقاط دور الإنقاذ المقصود بيه قوي الناحية اتصادية وكلمة إنقاذ هي بتطلق على شخص حي يعني يمكن إنقاذه يعني حاجة ما ماتتش يعني مصر إن شاء الله ما حلوة وكويسة بس يمكن إنقاذها إلى الأفضل إن شاء الله ليه قصة أو إنقاذ مصر لم تطرح من أعضاء البرلمان في مجلس النواب؟ بتسألي عليها حزب المستقبل وطر لأنه له الأغلبية في مجلس الشعب حتى لو فيه اتفاقيات دولية أو اتفاقيات حزب الوافد مش موفق عليها فيه اتفاقيات تتير حزب وطرق عليها أو بيطرح برامة تانية في مجلس النواب فيه أغلبية في مجلس الشعب ونحن نحترى بالأغلبية وقرار الأغلبية عبد السند يمامة بيقول إن تقييمه لحكم مصر في السنوات العشر الماضية سلبياً من النحية الاقتصادية والاجتماعية والتعليم والصحة والحفاظ على سلطة القضاء كيف توصل إلى هذا التقييم؟ لأن احنا بالنسبة لسلطة القضاء هو عايز إن حزب الوافد بينادقوا لعبره إن القضاء تبقى سلطة مستقلة تماماً لا يتدخل فيها رئيس الجمهورية بالتعيين سواء تعيين رؤساء اللجان سواء المحكمة الدستورية أو المحكمة النق اللي هو تعيين القضاء ده حاجة خصة القضاء يبقى مستقلة بنفسه فما ينفعش يبقى رئيس السلطة التنفيذية يعين رئيس السلطة القضاء يبقى له سلطان عليه فده الحزب الوافد بينادقوا فيه مش من دلوقتي من فترة زمان طرق عبر الوافد بينادقوا بالتقال للقضاء النقطة التانية ايه تعرضتك؟ اقتصادية؟ اه اقتصادية لكن خلينا في نقطة القضاء لأنه حزب الوافد لم يعترض على التعديلات الدستورية الخاصة ب2019 لا اعترض الحزب الوافد على التعديلات على مجموعة تعديلات أنت اللي استفتع على المجموعة كله أنت قريش أختار حاجة وصيب حاجة فأنت بتوافق على حاجة وصيب حاجة فبش منطق؟ أنت بتقولي أي أو لا نعم أو لا فحزب الوافد كان نرافض نقطة بس كان موافق على نقطة تانية خلينا نروح لنحية الاقتصادية والاجتماعية والتعليم والصحة الناحية الاقتصادية لا يخفي على أي واحد في مصر في الشارع المواطن البسيط أن الحياة الاقتصادية في مصر حالياً بقت صعبة جداً ارتفع على سعر الدولار نغلي كل الأسعار ومرتبط بيها احنا عندنا الاقتصاد أو عشان أسيطر على العملة ده احنا عندنا أربع محاور لا خمس لهم في العملة عندنا قانت السويس ده دخل من العملة المصريين بالخارج التصدير السياحة احنا السياحة حتى الآن بحجم مصر خمس أسار العالم وقالف كيلو شواطئ والجو سواء في الصيف أو في الشتاء لم نصل إلى الدرجة المرغومة من السياحة السياحة ديت عايزة تضاف للتعليم لازم أأهل الطالب الصغير ده أنه يبقى راجل خاص بالسياحة يعني أنا أضيفها في منهج التعليم منهج كانت دي ممكن لو وصلنا ديت أنه ممكن السياحة على المدى البعيد تدخل لنا دخل أكثر من خمسين ستين مليار مشاركة من الخشين هدهوقتي إذن رؤية المرشح عبد السند يمامة لإصلاح التعليم والصحة والنحية الاقتصادية والاجتماعية التعليم بالذات لازم يكون له هيئة مستقلة تخطط لتطويل التعليم النهاردة إحنا بنشوف من أكثر من أربعين سنة أو خمسين سنة كل وزير بيجرى مرة يعمل سنة خمسة لا نغير سنة ستة مرة نغير المنهج نجيب التابلت نعمل كلها حاجات مش مدروسة حاجات عشوائية لكن لو فيها هيئة أمريكا عملت إيه عادت جابة هيئة عملت 18 شه تدرس التعليم علشان هي تأخرت درجة في التعليم مش كانتش الأول لازم تقال الأول على طول فإحنا ليه ما نملك يعني هي مش تجارب وليدة بس إحنا الشغل العشوائي هو اللي أدى إلى أنهار التعليم إنه حضر مصر في مصطف الدور الأخيرة هيوضة التعليم التعليم أنت عندك مدرسة عندك طالب عندك ميزانية عندك مدرس أربع حاجات إزاي أنت أقدروا توفروا ميزانية كما تتناسب مع النسبة الدستورين الدستور نفسه أصر على ميزانية من ينافق القوم للتعليم لن تناسب حتى الله حظرين فالنهاردة أنا الطالب موجود المدرسة في عجزة أفضل من سكتين أنا في فصل وعجز المناهج الكتير عندنا صح تنوع في تعليم مطلوب بس بقاش فيه جاب كبير بين التعليم الانترنشورا والتعليم الدولي والتعامل اللغات والتعليم الحكومي الفرق شاسع لازم نتقرب المسافة دي بينهم وبين بعض المرشح عبدالساند يماما وعد بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 5000 جنيه في 2025 هل ترى أن هذه الزيادة معقولة؟ حتى الآن غير مردية بالنسبة لأسعار الموينة النهاردة وارتفاع الأسعار حتى بقى غير مردية بس إحنا نقول خطوة باي النسبة المردية بالنسبة للوافق النهاردة 5,000 النهاردة 5,000 يعني أنت ما جابتش 100 دولار في الشهر عن الزيادة الموجودة حاليا الزيادة الموجودة لا stratégية الموجودة الأمر ده 3,000 4000 أو 4,000 100 دولار يعني 4,000 النهاردة 52 جنيه مع ارتفاع سعر الدولار أنا ألاحق لأن الأن الزيادة كل حاجة مربوطة بالدولار لازم أدّله زيادة إن هو يعيشهم حياة كريمة حد الأدنى من المعيشة طب إيه الخطوات أيضاً اللي لديكم لهذا الارتفاع زيادة الإنتاج هتقدر في سنة تزود الإنتاج مش شيء طبيعي لأنا أوجه استثماراتي أفتح استثمارات للمستثمر بالخارج موجهها من الدولة مش كل واحد جاي مستثمر النهاردة يعمل لي مشروع ياخد الناتج بتاعه ويصدره البرة تاني أنا عايز مشروعات طويلة المدى عايز مشروعات عملاقة تشغل عيدة عاملة مش النهاردة إن أنا يجي مستثمر يعمل لي سوبر ماركت أو يعمل لي كذا وبآخر السنة ياخد مكاسبه وأرباحه ويرجع حالي تاني بره أنا ما تسبتش حاجة الأموال يستخينكات في البورصة دخل تلاتين مليار طول أو مرة واحدة أصدرت على سوق المحلي تم الدولة خلال العشر سنوات الماضية أقامت مشروعات عملاقة بتنمية مستدامة أنا نفس المشروعات العملاقة اللي تعملت فيه مشروعات تعملت وفيه بنية تحتية تعملت سعيزين الانتاج الانتاج قلب نفضل مصريين بيستثمروا في الخارج أنا عايز بيستثمروا في الداخل مصريين نفسه مش بجيب مستثمرين من الخارج لأن طبعا بيختلف على عدم سبات سعر الدولار والفجوة اللي بين سعر الدولار في السوق السوداء وفي البنك طيب بما أن حداك تكلمت على أزمة الدولار أيضا المرشح المرشحة قال إنه استعانى بخبراء في مختلف المجالات لوضع حلول الأزمات التي تحدث عنها لها الاقتصادية والاجتماعية كيف إذن تتعامل مع أزمة شح الدولار وارتفاع ديون؟ إحنا عندنا أنتريك حضرتك الدولار مصدره ثلاثة أربع حاجات العاملين بالخارج لازم أشجع العاملين بالخارج المصريين إنه أردك أنه يحوله 30 مليار إنه أردك أنه يحوله 11 و 12 مليار أردك حضرتك ليه؟ أقولك ليه؟ عدم أولا فيه تصرحها بتطلع من بعض المسؤولين تؤدي إلى تخوف المصريين بالخارج على تحويل أولادهم ودي نقطة في السوق موجودة مصري اللي شغال برا النهاردة اللي أميجي تقوله والله أنا هاخد ضريبة عليه ده أنا مش هديله فلوسه بالدولار هديهله بالمصري دي كلها هو بتخوف طيب نرجع للنقطة الأساسية إزاي هتحلو مشكلة نقص الدولار؟ أنا هرجع تاني وأقول لها حضرتك إن نقص الدولار مرتبط بالأنا عندي تصدير يهميني الاستثمار في الصناعات وزيات الإنتاج الخاصة بالتصدير إن أنا أفتح أستثمر السياحة أفضل من كده بكثير عائدات المصريين بالخارج لازم أديهم تشجيع وأديهم إطمأنينة وأديهم وعملوهم مشروعات وعملوهم تسهيلات النهاردة لما عملوا سيارات المصريين بالخارج ما جابتش النتيجة بتاعتك وزير المالية قال هي هتعمل عائد عشرة مليار الحقيقته أقل من مليار ليه؟ لأنه حطوا شروط معينة أنا ممكن أكون في الموقفة السعودية وما عنديش حساب في البنك طيب إيه اللي بيختلف عن كلام حضرتك عن كلام النظام الحالي عن كلام النظام الأسبق إلا وهو هكون فيه ارتفاع في الصدرات ارتفاع عائدات السياحة قناة السويس وأيضا المصريين بالخارج إيه اللي اختلاف؟ اللي اختلاف إنه فيش تطبيق أنا مش في السلطة النهاردة عشان أقولك فيه خلاف بقاليات التطبيق بالنسبة لكم هي إيه؟ النقطة أنا بقولها حالة كديرة إنه أنا أساعد الناس النهاردة أنا بحس إنه فيه طبور خامس في الدولة حتى لو رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء بصدر قرارات بتقف عند نقطة معينة النهاردة المستثمير بيهرب من البروكاراتية الموجودة في المصارح اليوكومية وعلى أعلى مستوى نروح هيئة استثمار النهاردة شوف الناس بتهرب من البروكاراتية الموجود مع إنهم بيقشوا في قاعات V.I.B ويتفعوا فلوس وعشان ياخدوا خدمة V.I.B في خلال 24 ساعة تلاقي موظف الشهر عقاري قبل المنطقة تلاقي موظف الشهر السجل التوجهر لا دي كذا دي كذا دي كذا مفيش رؤية واضحة الهدف من الأول حلو بس التنفيذ صفر ارتفاع الديون هتحلوها زي أول نقطة وقف الديون وقف الكراط دي أول نقطة عشان أثابت على حد أول ما يزيد عندي الانتاج ويزيد عندي حصلات عائدات أخرى أثابت ديون بتاعتي طب هتوظف ازاي الأموال لزيادة الانتاج هتجيب الأموال منين عشان تقدر تعمل الانتاج زيادة الأموال أنا النهاردة أنا عندي أولويات تقولين أنت بالفعل عندك عجز في الموازنة العامة خيس بس أنا ليه الموازنة العامة؟ لأن ما كانش فيه أولويات لتنفيذ المشروعات أنا النهاردة بدا بقيت خلاص اللي اتعامل اتعامل ومطلوب وموجود وهيقدم للسنوات القادمة وتعامل مش هنقدر بنوقفه هنبني عليه وهنشتغل عليه كانت ممكن تتأجل الحاجات دي لكن خلاص مش هنقدر بنقول نأجله هنستمر فيه لكن أنا المشروعات اللي أنا أعمل تسهيلات ضخمة للمستثمرين الجدين المشروعات القومية هي دي اللي تعمل تحديل المشروعات إيه الخلاف ما بين اللي حضرك بتقوله دلوقتي وما بين ما صرح به رئيس الوزراء منذ عدة أشهر صرح به رئيس الوزراء بس هو فينا على أرض الواقع طب إيه اللي هايبقى إيه الفرق ما بينك يعني هتعمل إني أنا عندي جدية للتنفيذك على أرض الواقع إني أنا عندي جدية للتنفيذ يعني النظام الحالي ليست لديه جدية للتنفيذ هل الحكومة النهاردة عجب الشارع المصري الحكومة بتاخد قرارات بيتتنفذ تضامن حياة كريمة حياة كريمة أو منافذة لا منافذة فيه تكافر والحرامة ما نفذتش خمسة في المية على أرض الواقع وبعدين إحنا فتحنا حياة كريمة في مشروعات مجموعة مشروعات صرف صحي وغاز وطرق وده خد مشروع واحد بس كفية صرف صحي وأجل عشان أشتغل ما حياة كريمة أنا يعني طب مهو طب مهو طب مهو طب مهو طب أنا مش هقدر أنفذ النهاردة كله في سنة واحدة لكن أنا لو خدت مشروع وخلصته لكن أنا لو خلصت الأول ولا التاني ولا التالت ولا الرابع ووقفنا ففي أزمة اقتصادية في أزمة مالية النهاردة كل المقاولين بيشتكوا إنه ما فيش والسعر الدولار اللي له فلوسة عند الحكومة أو له فلوسة عند أي وزارة أو ده قسرها قسر أكتر من 50% من قبل ما ياخد فالفلوس المتأخرة للمقاولين عامل ارتباط في الشارع المنفوض النهاردة الوزراء الحكومة كحكومة رئيس الوزراء يوجه إن كل المبالغ المتأخرة لدى الحكومة لدى المقاولين إن يصرفوها عشان أعمل حركة في الشارع يلفق يعني برضو أي حد هيسمع حديك يقول طب هتعملها إزاي يعني إيه عملها إزاي يعني إيه الأدوات اللي لديكم لتنفيذها إنت حديك قاري المشهد العام بشكل كويس بيش بيش يعني باع طويل في الحزب طيب هتعملوها إزاي لأ أصلي سؤال حديك إنت هتعملوها إزاي أنا مش في مكان المسؤولية دلوقتي أنا بقولك أنا هعمل كذا أنا مش في مكان ما تقوليش هعملها إزاي أنا مفروض أعمل عند الجدية مع أي حد خارج المسؤولية ممكن أقول نفس الكلام أنا بوقت المسؤولية بتختلف الهم المهم إن ده أنا بحط إيدي على المشكلة وحلاها مش معنى كده أنا أنا بقول لأ ما فيش حاجة معمولة بأ في حاجات معمولة بس أنا مزيد من الحلول اللي بتاعتي طيب ارتفاع الديون هتقلصوها إزاي أنا قلت لأ دي سأم جابك على سؤال حديك لأن أنا يعني مش مقتنع لا مش واضحة بالنسبة لي مش مقتنع أولا عشان أنت عندك دين خارجي لازم موقفوا الأول الإقراض تاني وارتباع ما أنت وقفت الإقراض آه لكن هتسب ديونك إزاي أنا بزيادة الإنتاج أنا ما لديش ترميل غير كده زيادة الإنتاج وزيادة حصلة المصرين بالخارج ما عنديش غير تارج وزيادة الدخل السياح ما عنديش حاجة غير كده لما أنت عندك سعرين للصرف وبالتالي المصرين في الخارج هتلجأ لسعر السوق السوداء مش هتحول بالسعر الموجود في البنك المركز حتى لو دخل بس يجيلي للدولار دخل البلد حتى لو غيروا في سعر السوق السوداء المهم من يجيلي للبلد بغاية ما أخذ اللي أنا محتياجه السعر هيثبت لكن أهم حاجة أن أنا أدخل العملة ديت غير ما هي تطلطة بتطلع هو إيه اللي عامل سعر في الدولار دلوقتي إن العملة بتطلع بطريقة شرعية أنا عايز أدخلها الناحية الشرعية بتاعتها إنها تخش في السوق النقد كامل حتى لو غيرها بنقول بس جوة مصر حتى لو ترح للبنوك النهاردة لما أقف أجل الإستراد ووقف نموذج أربعة اللي بيخليني النهاردة أغطي فاتورة الإستراد مية في المية محدش بيعمل كده في العالم أنا ليه بضغط على نفسي ما أنا ممكن أخد تسهيلات من المواردين في الخارج ستة شهور وسبعة شهور وأربعة شهور إحنا بمصر بتصدر إزاي بتصدر على كريدة لمدة ثلاث شهور أو أربعة شهور أو ستة شهور أنا أصدر آجل أربعة شهور وأستور الكاش وفرضها عليها البنك المركزي معين الموارد الخارجي عنده استعداد إنه هو يديني آجل فهيخف الضغط على الضلاف ففيه بعض القرارات الفورية اللي ممكن تتاخد تسهل هذه الأمور طب بالنسبة للقطاع الصحة إيه الخطة للنهوض بالقطاع الصحة الحزب يبدأ عنده دراسة بالنسبة للصحة إحنا عندنا الصحة بتنقسم إلى فزحة وزارة الصحة مستشفيات الجامعية هيئة تأمين الصحي مستشفيات اللي هي المستشفيات التعليمية تعليمية غير التابعة لوزارة التعليمي العالي غير الجامعية وزارة الصحة المفروض إن هي مشرف عائل ما تخشش وتدير مستشفي كل مستشفيات التابعة لوزارة الصحة لا ترضي خدمة طبية لأي مواطن والمستوى بتاعها متدانية الصحة بتصرف مليارات وفي النتيجة إنها محصلة في الأكل غير مرضية فالنرضى لازم وزارة الصحة تبهية مشرف عام تحط الخطة العامة تحط الشروط العامة للمستشفيات أدي تسهيلات للأطباء أنا عندي ملايين 180 أو 140 ألف طبيب كل واحد عنده عيادة بدلا ما هو بيبزل مجود في العيادة وفي وزارة الصحة أو هنا و هنا لا أنا أزود المستشفيات أو المستوصفات وقدهم إعفاق ضريبي عندي شوية شوية بسحب إعفاق ضريبي من إيه؟ من إعفاق ضريبي من العائد على المستشفيات أشجعه للمستشفيات أنا عندي زيادة في المستشفيات أخلي الطبيب يمتلك مستشفيات يتقصد؟ لما يفتحهم مستشفيات وعمل تأمين صحي شامل هاي كان دكتور في مصر هاي ده ريفتح مستشفى خاصة؟ كل مجموعة الدكات اللي بدلا ما هو مفتحين كل مجموعة بدلا هيعملوا مستشفيات فأنت هتخصص القصص أنا حتى مستحب مستشفيات أنا أي مستثمر مش أخصخص أو أنا لما دكتور يبقى فاتح معي العيادة دي عيادة خاصة؟ فالطبيب لما عيفتح المستشفى تبقى مستشفى خاصة؟ العيادة خاصة مكلفة للمريض لأنني بروح العيادة بيقول لي روح اعمل تحليل روح اعمل الأشعة روح اعمل كزا فأنا ما أخد خدمتي في مكان واحد أوفرلي أوفرلي في النقل أوفرلي في كل المجالات فأخد خدمة الطبية في مكان واحد بس مش في كزا مكان أنا بروح الدكتور بكشف يقول لي روح اعمل تحليل أنا هدفع برضو في المستشفى هدفع التحليل وهدفع الأشعة وهدفع رسم القبيب وفرت المكان بس أنا أعمل تأمين صحي بقى للمواطنين كله يعني النهاردة نفقت الدولة متصف أكتر من 35 مليار طب ما هي الدولة مطبقة لتأمين الصحي أي نعم في محافظات بعناق التأمين الصحي المطبق ده اه ايه المجدي بالنسبة للدولة طب ما نشوف التأمين الصحي الموجود في الدول الأخرى أنا ما عمل تأمين صحي شامل أنا فش أي مستشفى بتاعه خاص أو كده بالكرنيه تاعت تأمين الطب الدولة بتصرف 35 مليار علاج نفق للدولة ما هي بتحاول دولة حاليا تحاول تطبق التأمين طب حدك ما أنا أقولك فكريتنا طب قبل الفكرة حدك شفت التأمين الصحي مثلا مطبق في بورسعيد مطبق في بورسعيد ومطبق في أسوان طب رأي حضرتك في ايه كتجربة أولى مش هو المرض تعالي سألت الموطنين أشوفت سألت الموطنين وعملنا دراسة عرفة الإسماعالية وعملنا عليه دراسة بورسعيد هو كل اللي عملوا ايه انهم عمل مستشفى كويسة رفعوا أجر الطبيب ورجعوا أجر الممرض وخدمات كمان كويسة جدا وقدموا خدمة بس أنا ما عنديش العدد الكافي اللي يخضي الناس دي اعمل لي بقى تأمين صحي شامل في القاهرة من اللي يقدر عليه تقدر عليه وزارة الصحة لأنه ما عنديهاش دي نقطة مهمة هتجيب التمويل من إيه عشان تقدر تعمل ايوة أنا أخرج الدولة من دي خالص الدولة مش هتمول أنا اللي هيمول أنا بدفع 35 مليار علاج على نافة الدولة الشخص أنا دخل الشركات التأمين العالمية والمصرية أنها تعمل تأمين طبي على المواطن والمواطن اللي مش قادر يدفع التأمين الطب السنوي دولة تتحملوا برد لأنها بدفع 35 مليار في العلاج على في الدولة وما بيكفيش وبيتأخر لكن أنا بأخذ الخدمة فورية وفي المكان اللي يعجبني وهبقى زي ده عندي في المستشفيات والمستوصفات طيب ننتقل لنقطة أخرى في ما يتعلق بسد النهضة المرشح عبدالسند قال إن الحل هو الانسحاب من إعلان اتفاق المبادئ كيف يكون الانسحاب من الاتفاق هو الحل هو الاتفاق حتى اللي حظرية لم يوافق عليه مجلس النهضة فشايف الدكتور عبدالسند دي ناحية قانيا أنا مقدرش أخش في عمقها فهو شايف إنهما أساس قانون أساس قانون دولي فهو شايف إنه ممكن الانسحاب من اتفاق المبادئ ويرجأ إلى الطرق القانونية تم إذا كان الموضوع بهذه السهولة ليه الدولة المصرية الحالية أو النظام الحالي ما فكرش التفكير ده لا إحنا عندنا معلومات ولا حضيك عندك معلومات على هذا لا إزاي حضاك هنجيب من المعلومات الحقيقية من حال أنت شفت الاتفاق المبادئ حتى اللي أعلان المبادئ مؤلن فيه مؤلن في 7 نوع لا العشر بنوع من خاصين بس بقيت الاتفاق لأنه ما تعالش على مجدش النوع حتى اللي حزين ما تعالش على مجدش النوع فالناحية القانية يعني أقول لحضرتك رأي قانوني إن أنا مش متخصص فيه فدخور عبدالسند شايف إنه هو من حق مصر الممكن أن ينسحب من اتفاق المبادئ إذا كان هو رئيس الجمهورية فهو هينسحب من اتفاق المبادئ الخطوة اللي تالي إنه هو بقى الرجوع لحق من قدراني إن فيه اتفاقيات دولية بإن إحنا حق الدول في الأنهار إن تأخذ حصتها من الماء التاريخية قاعدة إيه اللي هيحصل إذا انسحبت هل مثلاً هيتوقف بناء السد السد تبني بالضبط وتمالي مزبوط بس نحافظ على حصتها من الماء أنا بأخذ 55 مليار متر مربع أخذ 55 مليار متر مربع فهل رؤية أستاذ عبد السند إنه إذا تم الانسحاب فهنقدر نحافظ على حصة مصر من الماء أه أما بالسد خلاص بدا والسد أصلاً عشان النهاردة والسد ما يحصل له أي حاجة ده خطورة على السودان وعلى مصر خلينا صار حدك سؤال مدى قوة حزب الوافد في الشرع المصري حزب الوافد ما زال إحنا حالياً ورجاءً لا تستند للتاريخ لكن استند للواقع لازم استند للتاريخ وللواقع التاريخ الكل يقعرف حزب الوافد ما كانش فيه بيت في مصر ما بوش وفد إنما الواقع ده التاريخ الواقع إحنا عندنا حتى اللحظة دي 27 لجنة في 27 محافظة إحنا الحزب الوحيد اللي ممثل في جميع محافظات مصر حتى اللحظة دي ما فيش حتى حزب طبعاً مستقبل وطن ممثل لأنه موضوع تقصد تاني حزب الأغلبية ليه؟ يعني حزب أغلبية حل كنت تقصد بقصة تانية نوع حزب الأغلبية ولا تقصد حاجة تانية لا هو حزب الأغلبية حزب الوافد ممثل في 27 محافظة له لجانه في كل مركز وفي كل حي وفي كل قصة وفي كل مركز ده قواعد موجودة وده بقى بياخد من التاريخ مع الموجود حاليا هذه هي قوة حزب الوافد يعني حزب الوافد لو جيت تقول لي مثلاً قوام مؤدئي بالوقت لا القوام كمشتركين في حزب الوافد أكتر بين 250 ألف 250 ألف 250 ألف هيددوا صوتهم لعبدالسند الهدف مش 250 ألف أنا هخليني في 250 ألف طبعاً هيددوله يعني فيش اختلاف داخل الحزب الوافد حكراً فيه خلاف شيء طبيعي الخلاف ده على فكرة الخلاف حاجة صحية داخل الأحزاب الأحزاب منشأت عشي بقى فيه خلاف عشان نوصل للأفض أما وقت التصويت شيء طبيعي اللي أنا هصوت للحزب التاعي هل ينافس مرشحك بالفعل على الرئاسة والحصول على أصوات أكيد طبعاً هل داخل الانتخابات عشان أنافس طيب كم مؤتمر عمله استاذ عبدالسند يماما إلى الآن احنا عملنا حتى اللحظة دي تلات مؤتمرات هل حد بينافس مرشح بينافس على انتخابات الرئاسة يعمل تلات مؤتمرات فقط أه طبعاً تلات مؤتمرات على انتخابات رئاسة دولة بأجم مصر عندنا تلات مؤتخلفة الفترة صغيرة النهار ده أنا ما أقراش أغطي المحافظات كلها ولا أي حد حزب وليد حزب مصر الديمقراطي الاجتماعي ايه عمل حداشر مؤتمر في فرق بين حداشر مؤتمر انتخاب مؤتمر جماهيري في فرق بين مؤتمر جماهيري حاشد في خمس تلاف وست تلاف وفي فيه من أنا أعمل قاعدة أن أنا أقابل فيها ناس في محافظة فيها ميت واحد أو ميتين واحد دي احنا عملنا بينها كثير ما بيعدهاش مؤتمر ما بنقولهاش مؤتمر عبدالسند عندنا في الحزب كل يوم من كل محافظة طيب خلينا في الثلاث مؤتمرات ثلاث مؤتمرات كان في محافظات ايوي ايوي الده أهلية الغربية بورسعيد عندنا الجيزة وعندنا القاهرة وعندنا أسيوت ست محافظات من واقع سبع واشيوت 27 محافظة احنا اخترنا الأماكن يعني الأسيوت تمثل السيد بورسعيد مدن القناة الدلتا الدلتا المهمة عدد الحضور بيكون قدقين لأ عدد الحضور اللي موجود فوق خمس تلاف أو شت تلاف ده شايفه كافي لخوض انتخابات رئاسية بيشكل من كذا مكان ايه الأليات للحصول على أغلبية الأصوات في الانتخابات رئاسية اللي جان بتاعتنا في المحافظات هي اللي تشتغل وهي الوفق قدام اللي جان وهي اللي تدعي لرئيس الحزب والانتخابات على فكرة هي يوم الانتخاب المرشح القوي اللي هيئة في يوم الانتخابات ولا هو منابيب قدام من كافة اللي جان هو لهيئة ايه أهم نقاط القوة اللي انت شايفها في المرشح اللي انت بتمثله السيفي بتاعه كشخص لا السيفي بتاعه ده مصر مليانة الناس عندها سيفيهات لك ما شاء الله كحزب حزب الوافد طبعا اسم حزب الوافد ده اللي معتمدين عليه في انتخابات الرئاسية ده مش شوية ده حزب ديه واربعة سلم مش شوية واعضاء حزب الوافد اللي موينين في الشارع اما حضرتك والصوت اريه مين الصوت اللي يخشي حط الصوت هو هل انتو بتنفسه بجدية في الانتخابات الرئاسية انتو مش شايف حضرتك كده لا انا بسأل حضرتك اكيد طبعا ولا ما كانش الوافد نزل انا مشكرك اساس عصام الصباحي مدير الحملة الانتخابية للمرشح عبدالساند يماما شكرا جزيلا لنقودك على شاشت بي بي سي شكرا